السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي أتمنى أن تكونوا بخير إذن قدم النجم الأرجنتيني ليوني الميسي اعتذاره لناديه باريسان جيمان الفرنسي وزملائه بعد الزيارة التي قم بها إلى السعودية مطلع الأسبوع الحالي غادات خسارة فريقه أمام لوريان في الدور المحلي ومن دون إذن النادي كما أعلن في حسابه على إنستغرام الجمعة وقال ميسي الذي هو أفضل لاعب في العالم سبع مرات في شريط مقتضب بثه باللغة الإسبانية كنت صدقا أعتقد أننا سنحصل عليهم مراحة بعد المباراة كما كانت العادة في الأسابيع الأخيرة وتابع بطل العالم مرتبط بعقد مع هيئة سياحة في السعودية إذ يروج لها بانتظام على شبكة التواصل الاجتماعي الخاصة به قمت بتنظيم الصفر ولم أتمكن من إلغائه بعد أن ألغيته سابقا أنا أعتذر من زملائي وأنتظر ماذا سيقرر النادي أطلب الصفح من زملائي ومن النادي إذن القضي يوم فيها هو أن ميسي تغيب عن واحد المباراة لجمعات بين باريسان جيرمان واحد النادي هو مشى للسعودية يدير واحد الإشهار ويشهر بالفلوس فلوس تبارك لله السعودية ركا تعطي الفلوس فلوس موجودة في السعودية وهذا السيد كما قلنا ميسي شبعان فلوس شبعان ألقاب شبعان كورة شبعان ربح شبعان كل شيء يعني في حال هذا السيد كنا كنا نلعبه في الحومة كي يجيب الكورة فوقش ما بغي يسالي يساليه بغي يلعب الحارس الحارس هو يتحكم في الكورة كاملة يقول لك نلعب نهار كامل هو الذي يتحكم في الوقت يتحكم في اللعبة هذا وشي يلعب بغض النظر وش عنده صباط ولا صنضالة ولا مهم هو يحكم حيث هو ليس الكورة نفس الشيء يعملون ميسي يعني ميسي حاليا عنده ثلاثة العروض حتى إذا جروا عليه مثلا باريسان جيرمان هو كدتنا بارسيلونا كدتنا أمريكا وكدنا السعودية اللي يبقى تدير به الإشهار السعودية كما عملت رونالدو تضم ميسي إلى السعودية وهذا الشيء كامل ستدير الإشهار للرياضة وكتفكر أن هذا دير إن شاء الله مستقبلا كأس العالم ستنضم كأس العالم لكورة القدم طبعا